اختتم غبطة البطريارك يوسف العبسي بطرياركو أنطاكيا وسائر المشرق للروم الملكين الكاثوليك زيارته الأولى إلى الأردن زار خلالها موقع عماد السيد المسيح في المغتس كما التقى خلال الزيارة التي استمرت أسبوعاً كهنة وراهبات مطرانية الروم الكاثوليك وكافة الفعاليات الرعوية الكنسية العاملة ضمن إطار الأبرشية تفاصيل أوفة حول هذه الزيارة في التقرير التالي في زيارة هي الأولى إلى المملكة قام غبطة البطريارك يوسف العبسي بطرياركو أنطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك بزيارة قانونية لأبرشية بترة وبلاد البيا وسائر شرق الأردن وبرفقته وفد كنسي رفيع المستوى ضم أربعة مطارنا هم أعضاء في السنود سدام وتأتي هذه الزيارة للالتقاء بالكهنة والفعاليات الرعوية المنتشرة في كافة مناطق المملكة والاطلاع على أحوال المؤسسات الكنسية التابعة لأبرشية الأردن ولدى وصول غبطته إلى مطار الملك علياء قادما من بيروت كان في استقباله في قاعة كبار الزوار مجموعة من المطارنة والآباء الكهنة ثم توجه موكبه إلى مطرانية الروم الكاثوليك في عمان بأم السماق حيث كان وفد الكهنة باستقباله وبعدها انتقل غبطته في موكب روحي إلى الكاتدرائية حيث أقيمت صلاة الساعة الأولى التي ترأسها غبطته بحضور كافة كهنة مطرانية الروم الكاثوليك وقد خاطب الأب الإكونوموس نبيل حداد غبطته والوفد المرافق بكلمة باسم الكهنة تحدث فيها عن واقع الأبرشية وعن تاريخها العريق طالبا بركات غبطته الذي بدوره رد بكلمة شكر على الاستقبال أعرب فيها عن سعادته بحضوره إلى المملكة الأردنية الهاشمية وشكر جلالة الملك وسمو الأمير غازي على ما يقدمونه في أبرشية الأردن وخاصة في منطقة المغطس ووعد الحضورة بتقديم الدعم الروحي الدائم لهذه الأبرشية كما زار غبطة البطيرك موقع مماد السيد المسيح المغطس في رحلة حج صحبه فيها السادة الأساقفة أعضاء السينودس الدائم حيث أطلع المدير العام للموقع المهندس رستم مكيجيان غبطته على واقع الخدمات المقدمة من قبل الهيئة المشرفة على المغطس ثم انتقل إلى الأرض المخصصة لكنيسة الروم الكاثوليك في الموقع والتي منحت بقرار كريم من سمو الأمير غازي بن محمد رئيس مجلس أمناء هيئة المغطس ووضع غبطته حجرا كتب عليه زيارة غبطة البطيرك في الحج المقدس إلى موقع المغطس والسادة الأساقفة وخلال زيارته إلى المملكة التقى غبطته الهيئات التعليمية والإدارية في مدارس كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك في المملكة بحضور الأرشمندريت بورسنسا الذي تم تعيينه خلال الزيارة مدبرا على أبرشية بترا وفلادلبيا وسائر شرق الأردن للروم الملكيين الكاثوليك لحين انتخاب مطران لها وقد شدد غبطته في كلمتي على المبادئ التي تقوم عليها رسالة مدارس الكنيسة في سائر البلاد وهي تربية الإنسان على القيم الإنجيلية والوطنية وفتح الأبواب أمام الجميع من مختلف الأديان والطوائف وتأمين التعليم أيضا كما استمع غبطته من الحضور إلى تطلعاتهم وأمانيهم للمستقبل من أجل الاستمرار والنهوض بمدارس الأبرشية الأردنية كما التقى غبطته كهنة وراهبات المطرانية وأعضاء المحاكم الكنسية البدائية والاستئنافية والتقى كذلك المحامين المترافعين أمام المحاكم الكنسية واستمع إلى مطالبهم والتقى أيضا الشبيبة والك الشافة وأعضاء المسرح الكاثوليكي وقام قداسا إلهيا حاشدا في كاتدرائية القديد جوارجوس حضره أبناء رعية الروم الكاثوليك القادمين من كافة محافظات المملكة كما زار غبطته دار جوقة ينبوع المحبة بصحبة أعضاء السنودس المقدس وعدد من الكهنة والتقى مدير الدار السيد طعم جبارة وأعضاء من البعثة الدبلوماسية الهنغارية العاملين في المملكة واطلع على عمل الجوقة ومكاتبها واستمع إلى عدة وصلات من الجوقة للترانيم الشرقية والغربية ووسط حضور كبير من المؤمنين ومشاركة فاعلة من الأساقفة والكهنة ترأس غبطة الباطيرارك يوسف العبسي القداس الإلهي في كاتدرائية القديد جوارجوس للروم الملكيين الكاثوليك في منطقة أم السماق شارك في القداس أساقفة من أعضاء السنودس الدائم والمدبر الباطيراركي على أبرشية بترة وبلادلبيا وسائر شرق الأردن الأرشمندريت بولس نزها وممثلوء الكنائس الشقيقة في المملكة وشخصيات عامة وحشد من المؤمنين من مختلف الرعاية وفي عضة القداس استشهد غبطته بتعليم القديس بولس الرسول فيما يخص المحبة المسيحية وسط الجماعة في الكنيسة في بداية هذا العام المقدس نعلن لكم نحن أيضا أيها الأحباء أننا ما جئنا لكي ندين أو نحكم أو نحاكم أو ننحي أو ننحي باللوم على أحد جئنا ندعوكم إلى أن تكون سنتنا الجديدة سنة نعمة للرب سنة يكون فيها روح الرب على كل واحد منا حتى تكون أبرشيتنا محررة مما يرهقها وما يحرمها النور والبصر وما يسربها الحرية والكرامة مؤمنين مع بولس في رسالة اليوم بأن الذي أقام الرب يسوع سيقيمنا نحن أيضا مع يسوع بالرغم من الضيقات والحيرة والقلق والخوف وحتى الموت أمسي أيها الأحباء أمسي حال داست أقدامنا هذه الأرض المقدسة أرض الأردن كانت أول زيارة لنا إلى موقع المغتص زيارة حج وصلاة وصلاة أردنا أن نأتي إليكم من الأردن من تلك البقحة التي اعتمد فيها السيد المسيح ودفنا في مياه الأردن أخطاءنا وخطيانا كلها وجددنا وجدد الكون كله والطبيعة كلها أردنا أن نبنى زيارتنا بدفن أخطائنا نحن وخطيانا بما فيها أيضا مشاكلنا وسعوباتنا وخلافاتنا وأحكامنا وأفكارنا المتحجرة لنأتي إليكم اليوم أنا وإخوتي السادة الأساقفة أنقياء لابسين المسيح حاملين إليكم السلام والفرح والمحبة متسلحين بالرجاء ومشاهدين منذ الآن في هذه الأبرشية سماء جديدة وأرضا جديدة وخلال القداس كرم غبطة البطرق عددا من كهنة الأبرشية المتقاعدين تقديرا لدورهم الكبير في خدمة الكنيسة وفي نهاية القداس الذي رنمت أناشيده جوقة الكنيسة بحضور الماستر طعم جبارة توجه الجميع إلى قاعة الكنيسة للقاء غبطة البطرق كما التقى وفد من كارتاس الأردن بغبطته وذلك في مقر بيت الزيارة التابع لراهبات الوردية بحضور المدبر البطررقي الأرشمندريت بورس نزها وأعضاء مجلس السنودس الدائم وقام مدير البرامج والعمليات السيد عمر عبوي بتقديم عرض تفصيلي حول الأنشطة والبرامج التي تنفذها كارتاس الأردن من خلال القطاعات المتنوعة التي تغطيها في كافة مناطق المملكة ترجمة نانسي قنقر